طيب في مفروض حضرتك حتكلمنا عن دواء يعني او يعني زي ما بتقال كده مش شرط دواء بس حاجة فعالة فيها مادة فعالة جدا ممكن ان هي تساعدني بشكل كبير او زي ما بتقال عامل مساعد ايه بقى اوش شرح لنا كده بشكل كمان مفصل يا دفعش بنقدر بستا انا جاي اتكلم على بستا 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 وهو منتخد زبست لان هو فعلا الافضل ونعرف ليه الافضل اولا هو مش دواء هو مكمل غزائي يعني خلي بالك انا حاطت فيه موضة طبعية في الصورة سهلة انك تاخده صورة بيتحط في ظرف كده نظام بكت موضرة بتتدوب في كوبات مية هو بيتكون من ست حاجات اول تلات حاجات محطوطين مع بعض بيتكون من الشفان والسيليم وردة الامح ده الثلاثة بيخصصوا اصلا الثلاثة دول هما بيسموهم فايبر بيسموهم الياف بزاف وليهم تأسيمة فيهم الياف زوابة في الدهون زي الياف زوابة في المية زي الشفان والسيليم دول بيعملوا يا حقيقة لما ابتخديهم بينفشوا في المعدة فلما ينفشوا في المعدة يؤثروا على الشبع انا الله ينوره عشان كده بنتكلم بنقول ان البستا هو اول منتج مصري بيتحكم في الشبع ومعدلات الشهية خلي بالي المعدلات الشهية جاية من ردة الامح ردة الامح بيسموها الياف غير دوابة يعني بتفضل فترة طويلة في الامعاء وبالتالي بتديك احساس بالشبع يبقى انا اتحكمت في الشهية بتاعتك عن طريق ان انا حططلك السيليم والشوفان وتحكمت في معدلات الشبع بتاعتك بان انا حططت اللي هي ردة الامح ده مشكلة وبس خلي باليك احنا بيبقى عندنا مشكلة مع مريض السمنة لما بيجي عمله نظام غزائي ان هو بيبقى عنده عارفة بيخشف مني في مشاكل كبيرة ممكن تسقط شعر ممكن لان الفيتامينات اللي داخل عنده قلت لا انا مشكلة بس حطيت بقى عندي في البستا حطيت الكروميو 500 ميلي جرام على فكرة ده المنتج المصري الوحيد اللي موجود في السوق المصري اللي فيه هذا التركيز اعلى التركيز من الكروميو على فكرة الكروميو هي مادة موجودة في جسم الانسان ايه بشقصات بتعمل ايه بتزود ده بتحرق النشاويات ونشاويات ده نوع من نوع الكربوهادريت وخلي بالك الكربوهادريت بتمثل 60% من الواجبة بتاعتنا يعني الواجبة سليمة المفروض 60% كربوهادريت و20% دهون و20% بروتين انا بشتغل ده على 60% عن طريق الكروميو فالكروميو بدأ بيزود من حرق النشاويات وكمان بيحسن من معدلات فرض الانسولين والانسولين ده اللي هو بيعمل ايه بياخد الكلكوز اللي موجود في الدم علشان يدخل الخلايا فايتم عملية الحرق داخلي خلي بالك انا هنا انا مش بديك سعرات حرية من بره لا انا بخلي الطاقة اللي انت محتاجها هدهلك من جوه جسمك صح نيجي للالكارانتين الالكارانتين ده حقيق مادة موجودة هو معظم معظم الجماد بيدوها للشباب اللي عندهم دي بتحرر دهون اللي موجودة في الجسم وبيزود من معدلات حرقها ده في ناس بتاخد الالكارانتين ده لوحده بس بيبقى خطر طبعا 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 وانا هنا بديه صورة طبيعية اخر حاجة فيتامين سي لالكارانتين على فجرة تركيز بتاعه 50 ميلي جرام تمام الفيتامين سي تركيز بتاعه 30 ميلي جرام وفيتامين سي كان واخد شهر الفترة اللي فاتت عشان كورونا بنتكلم على مناعة لا هو كمان اكتشفه ان هو ليه ظهور في زيادة معندات حرق الدهون تاني حاجة ان هو بيزود المنصص الحديد لان احنا برضو عندنا مشكلة مع نظام الغذائي ان هو بيعاني مني ممكن يخش مني في قنامي بقوله لا اطمئني تماما مع بيستا انا حديك دواء او مستحضر متكامل مكمل الغذائي متكامل مش هتعاني من القصار الجنبية نتيجة للنظام الغذائي اللي انت بتعمله يبقى هنا بيستا بتعمل 3 حاجات بتتحكم في معدلات الشهية بتزود من عنديات الحرق بتصرف الحرق ده اللي هو احنا محتاجينه أصلا وبصورة طبيعية وبقول النابلز بأشكال السمنة المختلفة بصورة طبيعية لازم حين برضو يتبادل لسين الزؤال البستا دي اخدها ازاي ما ليس كنت حول حالك ده كابسولة بقى واحدة في اليوم ولا كحول سأد ايه برضو عشو ناس تبقى البستا هو محطوط في نظام بواكي كده العلبة فيها عشر بواكي تمام بفضل باكو على كوباية مية او على عصير من غور سكر او لبن من غور سكر وقلبوا كويس واخدوا قبل الاكل بنصف ساعة قبل الوجبات الدسمة الاساسية التي تأخذها فيه ناس على فكرة ممكن تبقى الوجبة الدسمة بتاعتها الفطار وفيه ناس تبقى الوجبة بتاعتها الغداء وفيه ناس تبقى الوجبة بتاعتها العشاء حيك قلت في الاول ايه ما انا بتعشاء فبخافة اطلع الميزان انا بطمنك بقول لي حضرتك انا هديك البستا النهاردة ازاي انا حكي هتخديه قبل الوجبة الدسمة بالنسبة لك بنصف ساعة حريك لما هتخديه هتلاقي نفسك انت كميات الاكل اللي بتاعتها بتقل لان انا قلتلك حجم المعدة طب يبقى حلو ان احنا ناخده الصبح اللي هي الشديد ده هو مش كابسل هو بودرة بتضوف تبقى الماء ده اسهل بكتير ان فيه ناس على فكرة عندها مشكلة مع البلع وحاجات زي كده فانت سأيان الموضوع وطعمه طعمه طفاح يعني طعمه طوبين من لونه اه ده قدامنا هو حتى هو فعلا مهم قوي الناس تتأكد برضو من الشكل علشان ده الشكل الاصلي ما حدش بقى يجيب حاجة بالظبط وعلى فكرة حتى كل حاجة بصف في البستل معمولة صح حتى شكل الظرف معمول بحاجة ما تسمحش برطوبة انه يدخش جواه لان انا بتكلم على بودرة فانا يهمني يبقى محفوظ او متعبي بطريقة صح ده موجود في البستل اوكي طب انا دلوقتي لو هي كيس واحد في اليوم كيس واحد قبل وجبة لدي اسمال التاكلها تاني على فكرة هو عشان هو مادة طبيعية مكونات طبيعية فممكن حاجة تاخدل ثلاث مرات في اليوم لو انت الثلاث وجبة توقعك دسمين يعني واحد على فكرة مثلا نروح للشغل يقول لك ايه هلدقى بقى ايه هنأكل بقى فول وطعمية بكمية كبيرة بقوله ثانية واحدة حط ده في جيبك وقبل ما تفتر بنصف ساعة خد البستا ده كان حينفعنا في رمضان ده او يا دكتور طبعا لان هو خلي بالك هنتخديه اول ما الاداني قد نروح واخده الكباية ونستنى بس هو على فكرة هو ينسب جميع افراد وقت السنة ما هو حريكي احنا بنفتر في الشغل وبعدين نرجع نتغدى الساعة 4-5 وبعدين نرجع للتعاشر ده لازم ياخد بستا قبل الاكل بنصف ساعة واحد بيقول لي يا دكتور والله انا فطر وليل اقول لأ خلاص ما تاخدش بس بس سنة بتغدى جامد شوية اقول لأ قبل الاكل بنصف ساعة تروح واخد بستا هتلاقي كميات الاكل بتاعك قلت كويس جدا والناس اللي ما عندهاش تنظيم للوقت ياخدوه الصبح بقى عشان ايه ممكن يقول لك انا معرفش ان هتغدى الساعة كام هو لازم يتاخد قبل الاكل بنصف ساعة لانهو لما بيتاخد بينزل المعدة بينفش فبيقلل حجم المعدة فتلاقي كميات الاكل بتاخدها وعلى فكرة هي عملات التكميم والتدبيس هي مبنية على كده انهو يقلل حجم المعدة انا قلتها لك بصورة بسيطة فانا قلتها لك بصورة بسيطة جدا انا ملتها لك ملتها لك اليف